اهلا زوية دولية كديرين بيخالة بس عليكم سحيحالة باس هنين امركم زيان يالله نوضع المعقازات اليوم جديت لكم واحد الوصفة تبييد الجسم من اول استعمال يعني من اول استعمال كيف يبال لك الفرق ثاني استعمال ثالث استعمال نتيجة واضحة ومضمونة اليوم البنات وصفة لتبييد المناطق الداكينة فقط ماشي الوجه انا كنأكد عليكم البنات تبييد المناطق الداكينة دقبط لها وكما تستطيع وصفة من غير هذه الوصفة تبعيها ونتظروا نتيجة وعراء بزاف 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 الابنات تقعد لكي مشي مشكل هذا هو الحل لكم لا تبقى تخرب خائلية او تبقى تجربة الوصفة بزاف هذه هي الاخراء ويجب تبيد جسم انا لابنات اضع بزاف بزاف لتبييد ولكن كل واحدة تأخذ اللي ارتحت فيها والمكونات عدم توفرة حيث سوف ترى بزاف عندي الفيديوهات ويقولوني قد تكترب بزاف في نوع وبييض فهي سوف تاخذ الوصفة التي ارتحيت فيها ويطيرها بالنسبة للمسومات التي يقولوني تطلبي البنات التي يريدوني لها فلن تغير الظهر فيها ون تجعل لي' ليلة اشتركوا في القناة شكرا لكم كامل وعلى التعليق هذه الوصفة غير للجسم فقط مناطق الدكنة انا مزوجة فيكم الوصفة لا تضعوا الوجهة لكم لا تريد اوكسجين لا تريد اي حليب الجسم اول اي حليب الجسم كما يكون نوعه لا تريد اي حليب الجسم ستأخذ الحليب الجسم ستفكك من المشاكل الجسم اي منطقة لديك مشكلة ستفكك ثاني مكونات هو الاكسجين ستحضر لكم الابنات على الاكسجين لكي يقولون لكم الابنات وصفة طبيعية اوكسجين لا تريد اي حالة الوجهة لا تريد اي حالة الوجهة على حسب تشقير ستكون لكم البنات حب سواء لا تريد اي حالة الوجهة تكون في الوجهة بالنسبة للجسم الله لماذا؟ بالوجه تكون الشمس اما جسم الله تكون مخبية على حوائث لا تبين المناطق الحساسة بالنسبة للبنات اللي تغطاوه اما بالنسبة للبنات اللي تتعراوا هكذا خلا لا تريدها هكذا انها ترينيها يوما تتفرجي في دابته ونالتعراي في الزنقة اما في الدار لا يوجد شي مشكي لدينا الوصفة بعينك مغمضين انا فايت دايرها وعطتني نتيجة زوينة بزاف 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 وانا الحمد لله ما كان يعانيش من اسميرار في المناطق الداكينة مهمتو ما يعني استعملوها وبعدو على الشمش نهائيا ما تشوفوهاش مهم البنات كيف تستطيع معلقة حليب معلقة اكسيجين اي نمرة تسعود او لستة كيف تكون ماشي مشكي لي عندك متوفرة في الدار استعمليها ما عندك شهادة ديال خمسة درهم كين عندك دك ديال الكبير ديال عشد درهم ديريه مهم اي اكسيجين مش نكونوا واضحين غادي نزيد علي البنات واحد لمعالقة ديال الخميرة معجونة الخميرة معجونة ولا خميرة حبيبات نستعمل معلقة كبيرة معلقة حليب معلقة اكسيجين معلقة خميرة وما تخافوش من الخميرة نهائيا البنات هذه الوصفة على تقليد البنات ديروها وبعينيكم مغمضين بالنسبة لبنات اللي ما كتيقوش في وصفاتي بلا ما اختيب بلا ما تبقيت خليل يدوك للتعالق ديالك حتش انا عارف الوصفة ديالي كنعرف شنو كندير شنو كنحط وشنو كنحط وشنو كنحلف هذه الوصفة مضمونة بالنسبة للجسم انا كنعود نأكدها حيث اشكينين بعد البنات كيشوفو غير الفيديو ولكن ما كيشوفوش الهضراء اللي كنهضر عنا في اللي كنقول وسط الفيديو كيبالا غير الصورة ولا كيبالا العنوان كتدخول كتسب ما كتخلي في يمي يعني صارحة البنات كليكتعيره غير كمسح التعالق كليكتعير ولكن اختي متحكميش من الصورة او لا تحكمي من التعالق او لا من العنوان الفيديو اختي دخلي وتصنطي وتفرجي اعجباتك اختي الوصفة مرحبا مع اعجباتك بلا متعاري بنادم كيشوفوه بزاف 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 وكيبالبناتك يقول ليا لماذا خليولك لايك مالك اشنو كديري ما تستاهليش لايك لماذا اختي من استاهلش انا لايك بالنسبة لبناتك كنت ساهل من عندهم لايك را غادي تخليوا لي لايك وانتي اختي ماش غا نقول لك مو ايما البناتك هانتوما بقيت كنخلط فيها مزيان 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 كيمشوه حتى اولت لي بحال هاكا حتى هذه الخميرة دابت مع الاكسيجين والحليب بالنسبة لبناتك عود ثاني كيقولوا لي بان الخميرة كتدير الدود كوني هاني اخترا ما كتدير لها دود لتشي حاجة انا كنديرها لو كان كتكتدير شي حاجة ما نحطاش لك اختيفة في الفيديو مهمة البناتك هانتوما بغيش ناخد تقليد من عد بنادم وبنادم كي خليك تتهادري في الفيديو كتر من القياس مهمة البناتك هانا نزيد انشاء انشاء البناتك هانتوما يحتاج غاية مع القاس صغيرة ماشي كبيرة غي صغيرة انشاء اولا ميزينة كل واحد وشنوك يقول لي ها وصافي ونخلط صافي البناتك هادي الوصفة حليب واكسيجين وخميرة ماشي خميرة الحلوية البنات خميرة معجونة يعني المكون لزيد ماشي طبيعي هو الاكسيجين اما الحليب بالنسبة الجسم را نديروه بالنسبة الخميرة را نديروها غيبعد البناتك يقول لك بان فيها الدود ما فيها اختي لدود لوالو ديروها اختي استفدي من هذا من حدك صغير ما فيها القشرة تبايد وكتجبد الوجه او الجسم ايها كانوا فيه التجاعد بالنسبة ليدين بالنسبة لعنك تجبدهم يعني صراحة البناتك تزوينة بزاف الخميرة فيها البنات ستأخذي شوية من هذا الخليط و ستأخذي المنطقة اللي عندك فيها المشكل يعني كارجليك او الركابي او الافخاض او الايبض او الادراع او الادراع حيث يوجد البناتك لطاش يوجد البناتك لطبيع و يوجد الجسم ديالهم عادي لا يوجد شيء ولكن يوجد مناطق ذاكينة فيهم المشكل و يوجد البناتك لجسم ديالهم مطبع طبعه في الدراع طبعه في الفخد طبعه في الساق هادي دقة بطلة ستأخذ اختي الخالات تحطي على المنطقة اللي عندك ماشي على الجسم ديالك كامل يعني غير البلاسة اللي عندك فيها المشكل غادي تحطي و غادي تخليه مدة ديال تقريبا عشر دقائق ماشي بزاف غي شوية هي غادي تحسي بها كماشي كتحارك غي كتتاكلك شوية ولكن حاجة طبيعية المشكل و ترى لك كيف تبدل اللون في القطن دخلت 10 دقائق و ارجعت كنمسح تحسي بأن هذا الطبع الذي لديك اولا البلاسة بدأت تبهات بدأت تنقص اللون إذا كانت مغلوقة ستبدأ بأنها بدأت تفتح و القطن التي تبدأت تبهاتك بأن هذا اللون بدأت تحييد مهمة البنات هذا الوصفة تستعمل مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع واحد ثلاثة المرات يعني عندك ثلاثة استيمانات ثلاثة الخطرات سترى نتيجة واضحة واضحة كما قلت لكم البنات نتيجة من أول استعمال يعني من أول استعمال كيف يبدأ لك الفرق واضح كما قلت لكم يمكن أن تزيدك شيء بالقطنة كيف يكون لك الفرق و ضروري أن تمسحها بالقطنة او بفوطة او لأي حاجة تغسلها لا تغسلوها وهي الوصفة في الجلدة ضروري أن تمسحها بالقطنة و من بعد دهني بشي كرام مرطيب